بكلست الزاتون بنروي مجد عظيم لابس الإكلين يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا بحول لاباهية زارت للجموع رفعت إيديها وبركت الربوع وقدام الصليب سجدت للحبيب يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا المرداء اجتمعوا قدام الكنيسة طالب رؤيتها وشفعت القديسة وبسرعة قتلهم ورفعت أجلهم يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا يا أمي صلي لأجلنا يا أمي صلي لأجلنا في الشر زمان رجع وآمن بالفهدي الديام وقلبي كل سرور يا أمي صلي لأجلنا يا عادرة يا أمي صلي لأجلنا 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 يا أمي صالي لأجلنا يا عادرة يا أمي صالي لأجلنا توباتي يا عادرة يا أمي الإله توباتي يا عادرة يا كرما مسميرا مريم لا تنسينا بصلاة قيننا يا عادرة يا أمي صالي لأجلنا يا عادرة يا أمي صالي لأجلنا شكرا خيالك نعمة وفقا شكرا خالص كل سنة من طيبين مناسبة عيد أمنا العادرة نكمل مع بعض درستنا في إنجيل معلمنا متة وكنا ابتدينا المرة اللي فاتت في صحة ربعتاشر لو أنتم فاكرين إحنا خدنا من أول واحد عدد واحد حد عدد اتناشر وده كان بيتكلم عن استشهاد قديس يحنى المعمدان وإزاي كانت مؤمرة بتاعة هيرودية وبنتها سالومي عشان يخلصوا من القديس يحنى اللي اضطر هيرودس إنه هو يقطع راسه استجابة لرغبة سالومي اللي تلقانت من أمها ودي كانت عكس رغبته فقطع راسه فآخر آية بتقول تقدم تلاميذه تلاميذ يحنى رفعوا الجسد دفنوه ثم آتوا أخبروا يسوع اللي حصل بعد كده بعد ما أخبر تلاميذ يحنى ربنا يسوع باللي حصل ليحنى المعمدان طبعا هو في الوقت دهوت كان قاعد في كفر نحوم وكفر نحوم دي في منطقة إيه منطقة الجليل اللي هو هيرودس هو الحاكم بتاعه هو الحاكم بتاعه وطبعا لما سمع هيرودس عن ربنا يسوع المسيح وعن المواجزات بتاعته وعن تعليمه وعن محبة الجموع ليه قال إن هيرودس ده هو يحنى وقام من الأموات هو يحنى وقام من الأموات فكان عايز إن هو إيه إن هو يشوفه آآ ويتكلم معاه طبعا الرغبة بتاعته جيه ما ما تحققتش إلا في ليلة محاكمة ربنا يسوع المسيح اللي هي ليلة خميس العهد أو ليلة الجمعة العظيمة لما جه آآ آآ بلاطس وبعته لهيرودس عشان يحكمه للمعارف إن هو من الجليل أستاذ ماتحة ممكن نقرأ آية تلاتتاشر فلما سمع يسوع ان صرف من هناك في السفينة إلى موت خلاء منفردا فسمع الجموع وتابعوه مشاتا من المدن اللي حصل إن السيد المسيح هتصرف من هناك يعني من كفر نحوم وكفر نحوم دي زي ما قولنا قبل كده إن دي كانت بلد على بحيرة طبرية اللي هي برضو اسمها بحيرة جاني سارت فالسيد المسيح ركب سفينة عشان يعبر للشط الشرقي كفر نحوم على الشط الغربي فاخد السفينة وراح الشط الشرقي عشان يروح موضع خلاء يعني موضع مقفر ومنعزل وده كان فيه أرض لبيت سيدة أرض لبيت إيه سيدة لما هنقرأ دلوقتي من اللوقة تسعة هنعرف المكان ده كويس الجموع من محبتهم لربنا يسوع المسيح تابعوه مشاه طب هو ركب السفينة هم مشاه ازاي طبعا السيد المسيح ركب السفينة لكن الناس تبعته ماشيا على الأقدام على شاطئ البحير كأنهم متتبعين السفينة بتاعة يسوع بيعنيهم ومشيين على الشط كل ما تمشي السفينة هم متتبعينه من على الشط ماشيا على الأقدام لأنه أصبح بحبوب من الكل ليه؟ عشان تعاليمه العظيمة وعشان معجزاته العظيمة أيضا وعشان أنه كان متحنن على الكل كان متحنن على الايه؟ على الكل نتعلم من الآية ده هي أن ربنا يسوع المسيح لم يقوم شر هيرودس بل انصرف إلى البرية لأنه ليه هدف أعظم وهو ايه؟ إتمام الفداء وطبعا انصرف ربنا يسوع المسيح للموضع خلاء ما كانش خوف منه لكن كان حكمة كنائب عنا وإحنا تكلمنا في الموضوع ده أيام إرسالية الرسل وقلنا تعليقا على الآية اللي بتقول فإن تردوكم من مدينة فهربوا إلى أخرى وقلنا أن الهروب مش غلط لكن في بعض الأحيان بيبقى في ناس لهم دعوة للثبات ولأنهما ما يهربوش لكن الهروب من الشر مش غلط لكنه يعني حكمة عملها ربنا يسوع المسيح في صغره وفي كبره أيضا في الصغره هرب من هيرودس الكبير وذهب إلى أرض مصر وفي خدمته برضو ترك أرض الجليل اللي هيرودس الإبن كان بيحكمها طبعا زهاب ربنا يسوع المسيح لموضع خلاء ده يعلمنا حاجة جميلة جدا وحاجة مهمة لنا كلنا يريد كل واحد فينا يعملها اللي هي الخلوة الخلوة والهدوء العالم اللي احنا عايشين فيه احنا باقي عالم يتميز بالسرعة والمشغورية والكركبة حاجات كتيرة على دماغنا يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم فإحنا محتاجين خلوة وهدوء خلوة وهدوء طبعا الخلوة والهدوء دي في حياة أولاد الله شيء مهم جدا لأنها فرصة إن الإنسان يمتلي فيها يمتلي امتلاء روحك فرصة إن الواحد فينا يراجع نفسه فرصة إن الإنسان فينا بعد ما يراجع نفسه ينطلق في الخدمة وأعمال الخير طبعا الانطلاق والانفراد بتاع الخادم مع ربنا بيجزب النفوس إليه وينمي الخدمة يجزب النفوس إليه وينمي الخدمة زي ما حصل مع ربنا يسوع المسيح الخادم الممتلئ محتاج خلوة والخادم اللي يروح خلوات بيمتلئ فيجزب الناس إلى ربنا يسوع المسيح بعد كده هيكلمنا على معجزة إشباع الخمس ألاف بالخمس خبزات والسمكتين المعجزة ده هي هي المعجزة الوحيدة المعجزة الوحيدة اللي الأربع أناجيل ذكروها المعجزة الوحيدة اللي الأربع أناجيل ذكروها وطبعا لأهميتها طبعا لإيه؟ لأهميتها خلينا كده نقراها من إنجيل متة وبعدين ناخدها من مرقس ولوء أو يحمل بس تركزوا معنا استاذ متحكمكم من 14 إلى 21 فلما خرج يسوع أفسر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشف مرضاهم ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضح خلاء والوقت قد مضى إسرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويرتعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتين فقال ائتوني بها إلى هنا فأمر الجموع أن يتكعوا على العشق ثم أخذ الأرغفة الخمس والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكلت جميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر إسنة عشر قفة مملوئة والآكلون كانوا نحو خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد كتر خير نقرأها من مرقص هي موجودة في مرقص ستة من عدد تلاتين لأربعة واربعين سيد متحد فتة واجتمع الرسل إلى يسوع واخبروا بكل شيء كل ما فعلوا وكل ما علموا فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً لأن القادمين والزاهبين كانوا كسرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين فرعاهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون فترقدوا إلى هناك من جميع المدن مشاء وسبقوهم واجتمعوا إليه فلما قرج يسوع رأى جمعاً كثيراً فتحنن عليهم إذ كانوا كثراف لا راعي لها فابتدى يعلمهم كثيراً وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذ قائلين الموضع خلاء والوقت مضى إصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزاً لأن ليس عندهم ما يأكلون فأجاب أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له أنمضوا أنبتاع خبزاً بماتي دينار ونعطيهم ليأكلوا فقال لهم كم رغيف عندكم اذهبوا وانظروا ولما علموا قالوا خمسة وسمكتين فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكؤون رفاقاً رفاقاً على العشب الأخضر فاتكأوا صفوفاً صفوفاً مائة مائة وخمسين خمسين فأقذ الأرغفة الخمس والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم قصر الأرغفة وعطى تلاميذه ليقدموا إليهم وقدسم السمكتين للجميع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا من الكسر إثنة عشر قفة مملوئة من السمك وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو خمسة ألاف رجل عجل طب خيرك هنا في تفاصيل أكتر زي ما أنتم شايفين وفي إنجيل لوقة هنلاقي في تفاصيل أكتر بلا موجودة في لوقة تسعة من عدد عشرة لسبعتاشر استاذ متحط من عشرة لسبعتاشر ولما رجع الرسل أخبروه وجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفرداً إلى موضح خلاء لمدينة وسمى بيت صيدع فالجموع إذ على متابعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاهم فابتدى النهار يميل فتقدم الإثنة عشر وقال له إسر في الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياق حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاماً لأننا هنا في موضح خلاء فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونفتاع طعاماً لهذا الشعب كلهم لأنهم كانوا نحو خمسة ألاف رجل فقال لتكيئز الميزة اتكؤوهم فرقاً خمسين خمسين ففاعلوا كذا وأتكعوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمس والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم قسر وعطى التلاميذ لقدمه للجمع فأكلوا وشبعوا جميعاً ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر إسنة عشر قفة جبت الخير آخر إنجيل اللي هو إنجيل لما قال ابن يوحنى ده في يوحنى ستة واحد لاربعتاشر بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبارية وتبعوا جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه وكان الفص عيد اليهود قريباً فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبل إليه فقال لفيلوبس من أين نبتع خبزاً ليأكل هؤلاء وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل أجاب فيلوبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأكل كل واحد منهم شيئاً يثيراً قال له واحد من تلاميذه هو واندراوس أخو سمعان بطرس هنا غلام مع خمسة أرغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون وكان في المكان عجب كثير فاتكأ الرجال وعدتهم نحوة خمسة ألاف وأقذ يسوع الأرغفة وشكره وز على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا فلما شبعه قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة بكي لا يضيعوا شيئاً فجمعوا ملتوا اثنى عشر قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت من الآكلين فلما رأى الناس الآية فضلت صناع يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي القاتي إلى العالم طبعاً المعجزة لما تقري من الأربع أناجيل بتدينا صورة كاملة طبعاً الأناجيل في المعجزات اللي هي تذكرت هنا وهنا بتكمل بعضها كأن بالضبط واحد من الإنجليين بيذكرها بتفاصيل معينة والتاني بيزود عليها تفصيلة والتالت بيشيل تفصيلة أخرى بس بتحطوهم على بعض بتلاقي صورة متكاملة للمعجزة بالكامل طبعاً آآ نرجع تاني لإنجلي المتن طبعاً الحادثة هنا بعد ما آآ آآ استشهد القديس يحنى المعمدان ربنا يسوع المسيح آآ آآ خد بعضه وقال أنا عايز إيه أنفرت لكن الناس ما سيبتهوش خرجت إيه خرجت وراء فبيقول فلما خرج يسوع أبصر جامعاً كثيراً خرج يمكن يكون خرج من السفينة أو خرج من الإيه من الخلوة بتاعته لما راح الجبل في بيت سيدة خرج لأ إيه لأ جموع وآلاف آآ آآ وقفة قدامه شاف جامعة كثير وهي الجموع اللي وصلت تباعاً من مدن وقرى الجليل وزي ما آآ إنجيل من الأجيل يقول إيه يقول إنهم خرجوا مسرعين يعني إيه جاري وراء ربنا يا سوع المسيح بالألاف وده العدد اللي وصلوله خمس تلاف من الرجال دون النساء والإيه والأطفال يعني تقدروا تقولوا خمس تلاف عيلة خمس تلاف عيلة شافهم ربنا يا سوع المسيح تحنن عليهم ويقول لنا آآ قديس مرقص زيادة عن الحتة دي لأنهم كانوا كغنم بلا راعي كانوا كغنم بلا راعي نلاقي برضو قديس بوترس في رسالته يقول إن كنتم قد أتيتم إلى إيه إلى راعي نفسكم راعي نفسكم اللي هو ربنا يا سوع المسيح اللي في يحنى عشرة برضو بيتكلم ويقول أنا هو الراعي الصالح ربنا تحنن عليهم ودي طبيعته طبيعت ربنا إنه هو حنان وبيعطف ويشفق على أبناءه من البشر آآ آآ ويحاول يلبي احتياجاتهم ولا يسيما الاحتياجات الروحية قديس مرقص زي ما قلتلك وقال تحنن عليهم إذ كانوا كخراف آآ لا راعي لها بمحبة ربنا استقبل الجموع شفى اللي عايز الشفى ووعزهم زي ما هو متعود وطبعا كان قديس آآ أو علامه أوريجينوس بيقول إن الحادثة دي أو الطريقة دي الشفى والوعز ده كان إعداد ليهم عشان يأكلوا خبز البرك اللي هو دلوقتي هيباركه زي بالظبط الإنسان ما بيستعد بالتوبة والاعتراف اللي هي شفاء المرض الروحي قبل التناول من أسرار المقدسة علامه أوريجينوس يقول لقد شاف المرضى حتى إذ يصيروا أصحاء يشتركون في خبز البركة ولكن مدامه مرضى فلا يقدرون أن ينالوا خبز بركة يسوع دي حاجة تعلمنا إن كل واحد فينا قبل ما يتقدم للتناول يفحص ذاته وينال الشفاء من الأمراض الروحية ومن مرض الخطيئة عن طريق سر التوبة والاعتراف ياريت ما ننساش النقطة دهيت ما ننساش إن إحنا دايماً محتاجين إن إحنا نمارس سر التوبة والاعتراف قبل إيه ما نتناول زي الواحد فينا ما بيهتم إن يستعد من الخارج بالنظافة الشخصية وباللبس عشان يحضر الأداس الإنسان أيضاً من الداخل يستعد بالنظافة الداخلية من أي خطية بسر التوبة والاعتراف يكمل بعد كده ويقول ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذ طبعاً خلي بالكوا قدام شوية هنلاقي في عدد تلاتة وعشرين يقول يقول وبعدما صار في الجموع صعد للجبل منفرداً ليصلي ولما صار المساء كان هناك واحد هناك واحد طب هنا في مساءين ولا ايه هنا لما صار المساء وهنا المساء كلمة المساء مقصود بها عند اليهود آآ آآ حاجتين أول حاجة عندما يميل النهار عندما يميل النهار يعني لما تكسر حدة الشمس وده بيتم تقريباً وقت ايه العصر والتاني او القصد التاني بيستقر المساء اللي هو بداية الغروب اللي هو بداية ايه الغروب فاللي مذكور هنا هوت في عدد خمستاشر هو ايه؟ هو المساء الأول اللي بدايته العصر واللي مسكور في عدد تلاتة وعشرين هو المساء الاخر اللي بدايته المغرب. اللي بدايته الايه? المغرب. لما صار المساء تقدم اليه تلاميزه? تلاميزه اللي هم الرسل بتوعه اللي تعلمنا من انجيل اللوقة ان هم كانوا ذهبوا يبشروا ورجعوا لربنا يسوع المسيح عشان ايه? يقولوله كل شيء عملوه وعلمونه. يدولوا تقرير عن الخدمة بتاعتهم. ولما جمع التلاميذ لقوا الاف من الايه? من الجموع موجودين والموضع اللي هم موجودين فيه خلاء. خلاء يعني ايه? يعني ما فيوش لا سوق ولا آآ قرية قريبة ولا مدينة قريبة عشان الناس اللي جاية من المدن العيدة دي تقدر ان هي تلاقي آآ آآ اكل وتشتريه. والوقت قد مضى يعني ايه? يعني آآ ان التلاميذ دول او شافوا ان الناس اللي وقفة دلوقتي والدنيا بقت عصر عبل ما توصل لأي مدينة او قرية ينفع آآ يكون فيها سوق او محلات يشتروا منها اكلها هيكون الوقت مضى والليل دخل. والليل ايه? دخل. عشان كده يقولوا ايه? الوقت قد مضى. يعني ما عادش فيه فرصة ان هما يمشوا ساعتين تلاتة عشان يوصلوا لمكان يقدروا يشتري منه ايه? منه اكل قبل ان يحل عليهم ظلام الليل. طبعا او ربما الوقت قد مضى بمعنى ان موعد اكلهم مضى يعني قاعدين لحد العصر من غير اكل. فقالوا له ايه بقى? قالوا له اسرة في الجمهة. يعني ايه? يعني خلاص. يا رب بقى كفاية كده التعليم لان الوقت ايه ايه ازف. اه 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 الجموع كل سوية بتطلب منك شفاء وبتطلب منك اه اه تعليم كفاية كده بقى يا رب وايه? ومشيهم عشان يلحقوا ايه? يلحقوا يوصلوا قبل الليل. قبل الليل. ربنا يا سواء المسيح جاوبهم اجابة عجيبة. قال لهم ايه? قال لهم لا حاجة لهم ان يمضوا. لا حاجة لهم ان يمضوا. يعني ايه? يعني ربنا يسوع المسيح شعر بجوع الناس دول وانه صعب عليهم انهم يمشوا وهم في الحالة دول دول من الفجر. وهم مشيين معاه. وهم اه 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 ماشيين حوالين البحيرة لحد ما وصلوا للمكان البعيد اللي السيد المسيح موجود فيه. لا حاجة لهم ان يمضوا. ما تخلهم مش يمشوا. وبعدين انت بنعمل ايه? ادوهم انتوا ياكلوا. ادوهم انتوا ايه? ياكل. طبعا انجيل يحنى يقول انه اه اه رح عندي فلوبوس وقال له ايه? قال له الناس دي ناكلها ازاي? فقال له اه يعني ده ولا ولا ميتين دولار ميتين دينار اه اه خبز يكفيهم عشان كل واحد بس ياخد كسرة صغيرة. فا اه بعد الكلام ده ما وصل لاندراوس قال له ايه? قال له فيه غلام صغير معه ايه? معه خمس خفزات وسمكتين. وواحد من الانجليين يحدد الدقيق اللي معمول منه الخمس خفزات يقول لهم كانوا خمس خفزات من الشعير. من الشعير. استاد المسيح قال لهم ادوهم انتم ايه? ليأكلوا. يعني ايه يا رب? يعني يا جماعة يا تلاميذي يا خداني دي مسئوليتكم انتم عن هذا الشعر. خدوا المسئولي. خدوا ايه? المسئولي. السؤال ده هو بيتكرر كتير. ليه طلب السيد المسيح من تلاميذه انهم يدوهم ياكلوا رغم ان هو عارف ان هما معهمش اكل ولا عندهم حتى امكانية انهم يشتروا للناس دي اكل. يا ربا ما انت عارف? ما انت عارف ان احنا ما شينوا مراط ولا عندنا مصدر للدخل ولا مصدر للرزق. ده احنا بناكل من عطف الناس عليك وعلينا. همش تلي ازاي للناس دول يا رب? ما انت عارف انت تعلم كل شيء. طبعا اه بعض المفسرين يقولوا اجابة على هذا السؤال يقولوا ان السؤال ده هو اللي سألوا ربنا يا صور مسيحة للتلاميذ اراد بيه انه يكشف لهم عن ضعف امكانياتهم. عايزوا لهم دوروا كده هتلاقوا كنت مع ان تكوش حاجة. انتو ضعفة. ليه? عشان لما الخادم يلاقي ويحس ضعف امكانياته يبتدي ان هو يطلب من ربنا ان هو يضرم المواهب الروحية فيه. يطلب من ربنا يا ربي انا خلبان. ما عنديش. لكن شعبك عايز ومحتاج. ايضا قال لهم السؤال ده عشان يخليهم يقدموا لي اه اي شيء عندهم مهما بدا قليلا وعاجزا عن الاشباع. يعني ايه? يعني دور لي معاك كده على حاجة دور لي على اي حاجة تنفع فيك. ايها الخادم. يقول له ما فيش حاجة بتنفع الا الحاجة البسيطة دي يقول له هتغالي. ليه? عشان انا اللي بقول الشعب. وانا اللي ببارك قليل لو احنا لو انت قدمتهولي بايمان وتسليم كامل. كل اللي عليك تدور في داخلك على الامكانية البسيطة اللي عندك. اول ما هتلاقيها هتعرف انها ما تنفعش في حاجة. فتبتدي تقول له يا ربي كله منك وبك وليك. انت اللي بتعمل كل شيء كده ما مش انا. ايضا السادة المسيح من خلال سؤاله ده هو كان مشتاق ان يرى تلاميذه ولديهم ايمان لاشباع الجموع خاصة وان وان هو واهب البركة موجود في وسطه. كان نفسه ان تلاميذه يزهروا هذا الامان خصوصا ان هو معاهم. خصوصا ان هو ايه? ان هو معاهم. ساعات احبائي. اه اه الايمان بتاعنا ما بيبنش الا في هذه الايه? في هذه المواقف الصعبة اللي فيها بنعتمد على ربنا. سبب تالت لسؤال لربنا يا سواء المسيح ان هو ايه? ان التلاميذ كانوا بيمثلوا الكنيسة. مسلوا الكنيسة. اللي بيستخدمها ربنا لاشباع العالم كله. فمهما بدت الكنيسة فقيرة ومحتاجة المسيح بيعمل من خلالها عشان يبارك ويعطي ويقدس كل احد. يعني ربنا بيقول لنا انا هشتغل من خلال التلاميذ اللي هما بيمثلوا الكنيسة عشان اشبع وابارك كل ايه? كل احد. السبب الاخير حتى يشهد التلاميذ بانفسهم عمل البركة. يعني ايه? يشوفوا ايه? يشوف البركة. لانهم هما اللي قدموا الخمس خبزات. وهم اللي وضعوا امام الجموع عشان يكلوا. وهم اللي يجمعوا الكسر في الاتناشر قفة. يعني ربنا ابتدى معاهم التعليم من الاول عشان يقول لهم معاكم حاجة معناش. طب بدوروا كده معانا حاجة بسيطة. طب تعالوا كده بارك تعالوا وزع 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 وزع. خلص نخلص. الناس شبعد ايوة شبعد. طب نلموا كده مكانهم اتناشر قفة كل واحد شايل القفة. عشان ما ينساش. عشان ايه? ما ينساش. عشان يتشاف المعجزة. قالوله طبعا ما عندناش الا خمس خبزات وسمكته. ويقول واحد من الانجليين انه كان فيه غلام صغير. كان ايه? جايب كده في البقجة بتاعته. آآ خمس ارغفة شعير. وطبعا الاكل دهوت اللي هو العيش والسمك ده كان اكل الفقراء. اكل الايه? الفقراء. اللي يدوبك يقدروا ياكلوا شيء ايه? شيء يسير. وطبعا اللي ما انتم عارفين ان الشعير آآ اقل تكلفة من الامح. عشان كده افقر الفقر هم اللي بياكلوا الايه? الشعير. والافقر منهم ياكلوا الضرة. ياكلوا الايه? ياكلوا الضرة. فآآ آآ الاباء يتأملوا في الخمس خبزات يقولوا ان دول عبارة عن اصفار موسى الخمسة. او هما اشارة لزبائح الخمسة عند اليهود. او الحواس الخمسة عند الانسان. وهي بتمثل امكانيات الانسان الضعيفة والمحدود. وطبعا سمكتين ترمزان الى تعليم العهد الجديد والعهد. السيد المسيح كان ممكن ان هو ينزل عليهم من من السماء زي ما عمل مع شعب اسرائيل اربعين سنة. مش محتاج الخمس خبزات والسماء تندول في حاجة خامس. لو ده ده اللي بقول كن فيكون. لكن ربنا قال ائتوني بها الى هنا. فده يعلمنا ان ربنا لا يستخف بالامكانيات الضعيفة جدا. لكنه يطلب منا ان احنا نجيبها وايه? ونحطها في ايديه عشان يبركها. وده درس روحي لنا كلنا. مهما كان جهادك الروحي ضعيف وقليه. اسمعوا كمان. اسمعوا التاني. مهما كان جهادنا الروحي ضعيف وقليه. لكن ربنا مستنيه باهتمام كبير جدا عشان تحطه في ايديه عشان يبركه بنعمته فيشبه حياتك كلها. دي مش دعوة لبتكاسل لأ. دي دعوة للرجاء. والانسان يكون عنده امن. انا انسان غلبان جدا جدا جدا. هاد الروحي ضعيف وعلى قده. يا ربي هينفع? هيقول لك هاتوا ائتوني بنا. حطه هنا كده في ايدي يا ابني. وانا هرجعه لك تاني مبارك ومليان نعمة. هيشبه حياتك ويزيد يوم بعد ايه? بعد يوم. بعد كده هيقول ان امر الجموع انهم يتكقوا على العشب. المنطقة اللي هم كانوا فيها ده كان وادي. آآ 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 ده مكان للرعي مش مكان للزراعة. عشان كده انتلق بالايه? بالعشب العشب يعني الحشائش الصغيرة كده. طبعا كان عندهم آآ سجاجيد ولا تردزات ولا شوك ولا سككين ولا الكلام ده كله خالص كله يقعد على الارض كده ويقول آآ انجيل آآ آآ معلمنا آآ مرقص ومعلمنا آآ يحنى انهم خلوهم يعودوا ايه? يعودوا مجموعات. مية مية وخمسين خمسين. ترتيب هنا وتنظيم. عمل ايه ربنا? آآ اغز الارغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو الايه السماء. الواحد فينا بيبص للسماء امتى? لما يحس ان هو ليلة. لما يحس ان هو عايز بركة الهية. بركة الهية. فعشان كده يقول ايه? يقول ان هو آآ نظر الى السماء. باركة وكسر. طبعا الحجم الرغيف كبير. ودايما كان جاف يعني الرغيف عيش جاف. ناشف يعني. فآآ ربنا كسروا عشان يقلل من فضلات الخبز بعد الاكل. الطعب. حتة صغيرة عشان كل واحد ياخد حتة وايه? وما يهدرش يعني. وكلمة بارك هنا يعني شكرا او حمدا. باركة يعني شكرا او ايه? او حمد. البركة اللي حصلت هنا. اما انها تكون بعودة المكسور يعني كل ربنا يسوع المسيح ما يكسر حتة من الرغيف ويدها للتلاميذ عشان يوزعوه. في حتة تاني تيجي مكانها. او آآ وييجي ربنا يسوع المسيح يكسر تاني وتالت او ان هو كل ما يمد ايده في الكيس اللي فيه الخمس خبزات ويطلع منه يلاقي. يطلع منه ايه? يلاقي آآ آآ خبز وسمك آآ آآ بعد ان هو مباركة آآ آآ تكاثره. تكاثره او باي طريقة اخر. او باي طريقة اخرى. فآآ آآ اللي اللي بيقولوا الانجيل انهم قعدوا ياكلوا 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 لحد ايه? لحد ما شابعوا. يعني التوزيع التوزيع استمر حتى اكل الايه? اكل الجميع. عشان كده نتعاود وتعلمنا ان النعمة تنمو باستخدامها. النعمة تنمو باستخدامها. الانجيل يقول النفس السخية تسمن. النفس السخية تسمن. والانبق ابرقام قسخه في الفيوم والجيزة يقولك ايه? لا حزنة ولا عزنة. كل ما بتطلع كل ما ربنا بيدي. كل ما بتطلع كل ما ربنا بيدي. كل ما بتكنز وتقول لأ خلينا نجمع 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 وبعدين نبقى ندي بعد كده ما تلاقيش فيه باركة. البركة مع التوزيع. البركة مع الايه? مع التوزيع. بعد ما بارك المسيح ربنا الطعام جعلهم يجلسون في هدوء ورفع عينه للسماء عشان يعلمهم ويعلمنا الصلاة قبل الاكل لنطلب باركة ايه? باركة ربنا. احنا في اكلنا دايما نقف كده هوت قبل ما ناكل قبل ما نمدي ايه ده ننبص للسماء ونصلي ونشكر ربنا على عطيته ونطلب منه انه يبارك الطعام. يبارك الايه? الطعام. طبعا اللي وزع التلاميذ لكن مين اللي قد وحط في ايديهم? المسيح. عشان كده ليس بوسع الخدام ان يملأوا قلوب الناس ما لم يملأ المسيح ايديهم من باركته اولا. يعني انت كخادم او انت كاب في بيتك او كامة في بيتك مش هتقدر يتملي قلوب اولادك او قلوب المخد ومين? الا لما المسيح يملأ ايديك من البركة اولا. من البركة ايه? اولا. طبعا في انجيل مرقص نلاقي ان ان ربنا ينسى المسيح حط في ايدي التلاميذ وقال لهم وزعوا على الشعب بنظام. بنظام. طبعا ده شيء مطلوب. شيء مطلوب. عشان التلاميذ هم المسؤولين عن رعاية واشباع الجموع. حتى هذا اليوم. وحتى لا ينسى احد. فالنظام يضمن وصول الطعام لكل. النظام يضمن وصول الطعام للايه? للكل. كل واحد يقعد هنا خمسين وهنا مية. اتجمعه مع بعض. عشان ما ننساش ايه? ما ننساش حد. والتنظيم شيء مطلوب جدا في ايه? في كينسته. لكن هنا يتبادر للزهن. ازاي? ازاي? ربنا يا سوع المسيح وهو الاله بينظر للسماء وبيصلي ويطلب البركة. طبعا شكر المسيح لله الاب هنا. ويسؤاله ان الله الاب يبارك يبارك الخمس خرزات والسمكتين فزلك باعتباره انسان. وهو نفسه وهب البركة باعتباره اله. يعني السيد المسيح هو الابن المتجسد. الكلمة المتجسد. الناسوت ولهوت. والاتنين في بطبيعة واحدة. فلما بيرفع عينه للسماء كأننا احنا بنرفع عينينا معاه. وبنطلب من الاب. ولانه الاله هو اللي استجاب وهو اللي بارك الايه? وهو اللي بارك الخبزات دهيت. يقول الانجيل بعد كده ان الجميع اكلوا وشبعوا. اكلوا وشبعوا. مش اكلوا شوية اا 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 او لقمة مسح الزهور زي ما بيقولوا. لا دا كلوا لحد الامتلاء. وده يدل ان المعجزة لم يكن لها حد سوى ان مفيش حد من الناس اللي كلت بقى عنده طاقة ان هو يأكل اكتر من كده. المعجزة دي كانت معجزة عظيمة. مش اا 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 شيء كده بسيط. لا انا بقول لواحد كان لحد ما شابعة. كان لحد ما ايه? ما شابعة. ليه? لان المعجزة دي تعلمنا ان ربنا يعطي بسخاء دائم. واللي بيطعمهم المسيح لابد ان يشبعهم. الذين يطعمهم المسيح لابد ان يشبعهم. يقول بعد كده ثم رفعوا ما فضل من الكسر اسنات عشر قفة مملوقة. هنا سيد المسيح ازهر قوته بتكسير الطعام. وازهر حكماته بيامروا للتلاميذ انهم يجمعوا الكسر. بقوة الهية في تكسير الطعام وحكمة الهية في جمع الكسر. ليه? عشان تظل المعجزة في زاكرة الاتناشر تلميذ انها معجزة صحيحة ومش خيال ولا حلم. ده انا شلت اقفة. وبعض المفسرين يقولوا ان هم التلميذ خدوا القفة في دي. وتصدقوا بيها على ايه? على الفقراء في المدن والقرى اللي راحوا بعد كده ايه? اه يبشروا فيها. فحتى تبقى المعجزة في زاكرة الاسن عشر ان هي صحيحة مش خيال ولا حلم. اه 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 ربنا امر انها تجمع الكسر في اتناشر بالضبط زي في العهد القديم ما ربنا امر موسى انه يحفظ قليل من المن في قسط ويحطه في التابوت. حطه في التابوت عشان محدش ييجي يقول ايه? يقول لأ ده احنا كنا كان خيال كان حاجة كده نتخيلها لكن ما كانتش حقيقة. ايضا جمع الكسر يعلمنا احترام وتقدير نعمة الله. حرام وتقدير نعمة الله. وايضا جمع الكسر مهم جدا للازهار عزمة المعجزة. ليه? لانه ابتدى بخمس خبزات وسمكتين. لكن انتهى بايه? باتناشر افة. باتناشر ايه? باتناشر افة. الانجيل يكمل بعد كده يقول والاكلون كانوا نحو خمسة الاف رجل ما عدا النساء والاولاد. كلمة ما عدا النساء والاولاد دي ده الوحيد اللي ذكرها مين? اللي ذكرها القديس متى. فهو ينفرد بهذه التفصيلة. طبعا ما ذكرش النساء والاولاد هنا مش آآ آآ عن اهمال او عن تقليل من شأنهم لأ. ولكن لانه الرجل باعتباره ان هو رب الاسرة. ويعبر عن الاسرة. فكأنه كان عايز يقول انه كانوا خمس تلاف اسرة. كانوا عامل خمس ايه? تلاف اسرة. لو عايزين تعدوا. تعالوا بقى نعد. دي اسرة فيها خمسة. دي اسرة فيها اتنين. دي اسرة فيها تلاتة. لكن كانوا موجودين خمس تلاف ايه? اسرة. المقصود من معجزة اشباع الجموع وهي حصلت مرتين. مرة في الخمس خبزات والسمكتين والخمس تلاف. ومرة مع الاربع تلاف وكانوا سبع آآ آآ خبزات وقليل من الايه? من السمك. ودي هتجيلنا في الاسحاب خمستاشر من انجيل مت. فطبعا معجزة اشباع الجموع دي حصلت مرتين بس. مرتين مش اكتر من كده. ايه المقصود منها ايه? مقصود منها مش ان ربنا يا سرق مسيحي اكل الناس خبز ببلاش. ولا ان هم هيقعدوا من غير الشغل غالما المسيح هيأكلهم خبز ببلاش. لا عايز يعلمنا ان السيد المسيح هو الخبز الحقيقي لنفس الانسان الجائعة. وان المسيح هو خبز كافي لتغذية كل النفوس الى الابد. كل النفوس الى الايه? الى الابد. وانه عايز اعلمهم ايضا ان بعد قليل انا هتحول نفسي الى ايه? الى خبز. عشان كده المعجزة دي مسكورة في اول يوحنى سبتة الاسحاح بتاع التناول. عشان يقول لهم ايه? يقول لهم انا هو خبز الحقيقي. انا هو خبز الايه? الحقيقي. اه نقف عند هنا وبعدين نكمل ان شاء الله المرة الجاية. اه وزي ربنا المجد الدائم الى الابد امين. اللي يحب يسأل. يتفضل يسأل او يتعمل. موسيقى موسيقى